موسيقى راشد حسين رحيمي مدير مشاريع في دارة مشاريع الكهرباء والمأسس العام القاطرية للكهرباء والماء كهرماء بعد تخرج من الثانوية العامة تم الحاقي ببرامج تدريبي خاص لحدثي التخرج وبعدها تم اختياري من قبل لدارة التدريب لأكمال دراستي بشكلية شمال أطلنطي بتخصص الكهرباء الحمد لله بعد اجتيازي فترة سنتين التحق بجامعة براتفورت في برطانيا بتخصص الكهرباء والإلكترونيات مشروع تخرج كان عبارة عن مشروعين في مشروع واحد مشروع بحثي عن الطاقة المتجددة المشروع الثاني عبارة عن موقع الإلكتروني يحتوي على معلومات عن الطاقة المتجددة بكل نواعها وما يميز هذا المشروع توفر معلومات عن طريقة احتساب الخلية الشمسية وطريقة استخدامها مما يوفر للبحث كمية من المعلومات بالإضافة إلى الانواع الأخرى مثل طاقة الرياح والمد والجزر وطاقة السدود تخرجت الحمد لله بتفدير جيد جدا وبعد فترة ثلاثة شهور شاركت بهذا المشروع في معرض دولي بالكويت وحصت على المركز الثاني وكرمتني كهرماء على ذلك من قبل سعادة الرئيس وطلب أن يتم تنزيل هذا الموقع على سايت كهرماء فاهتمام كهرماء بالموظف منذ تعيينه والحاقة ببرامج تدريبية تطور من قدراتها الوظيفية بالإضافة إلى توافر بيئة عمل مناسبة هذا كله يجعل من كهرماء أحد أفضل القطاعات المستهدفة للتحاق بالعمل بها في الدولة اشتركوا في القناة